ترجمة نانسي قنقر للالتحاق بأقرانهم من نفس الفئة العمرية في حال تمكنوا من اجتياز امتحانات الترفيع وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الامتحانات ليست إجبارية وإنما اختيارية لولي الأمر الذي يرغب في ترفيع ابنه أو ابنته وتتطلب ملء استمارة مخصصة لذلك سيتم توفيرها من قبل المدرسة وسيتم بعدها إخضاع الطلبة الذين يرغب أولياء أمورهم في ترفيعهم إلى عمليات تقييم تشمل عددا من المهارات الأساسية ولفت الوزير إلى أن دور وزارة التربية والتعليم يتمثل في إجراء عمليات التقييم وتحديد مدى قابلية الطالب للترفيع من عدمه ونقل الطالب إلى المرحلة الأعلى عند تحقيقه المتطلبات المهارية المطلوبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر